السفر أثناء الصيام الجمهور ما عدا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه قالوا السفر لابد أن يكون سفر مشروعا إزاي؟ كيف؟ قالوا سفر طاعة يعني إنسان يذهب لصلاة الرحم أو للارتزاق الحلال للسعي في الأرض لطلب العلم لإدارة أعماله لاستثمار أمواله ما على بركة الله قالوا أو طب يعني قابلنا مسألة الترويع عن النفس يعني في فقه الواقع نفس شهر يوليو شهر رمضان طب ما زالوا زهب المصيف هنا تحتاج إلى تفصيل قالوا إن كان في حدود الأحكام الشرعية لا إظهار للعورات والسوآت ولا اختلاط معيب ولا كشف لما أمر الله بسدره لا بأس لأن الترويع عن النفس مرغوب إلي بس بشارط الإبتعاد عما ينافي ويجافي الصيام لكن من ذهب لصفر معصياء سافر لمعصية سافر ليقتل قتل النفس البشرية أيًا كانت من أشد الجراء سافر سافر ليرتشي سافر ليهرب مقدرات مثلا سافر ليتجسس على وطنه كل سافر معصية عند الجمهور ليس رخصة يبيح الإفطار ويمكن أبو حنيفة بس قال أن عموم السفر سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية لكن الحقيقة أرجح رأي الجمهور أن السفر يكون سفر طاعة بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر